السلام عليكم لا تنسوا الاعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد ان شاء الله ان اعجبك الفيديو لا تنسى الاعجاب والاشتراك في القناة اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا ايها الاحباب الكرام نرحب بكم من جديد وموضوعنا اليوم حول آذاب الاستئدان في البيوت كما تعلمون ان الاسلام دين شامل وكامل لم يترك مجالا الا ووضع فيه تشريعات واحكام وآداب اجتماعية وتربوية نحن في امس الحاجة اليها ومن بين الامور التي اهتم بها الدين الاسلامي قضية البيوت لان البيوت هي الاماكن التي يحتاج اليها الانسان يلجأ اليها بعد عداء طويل في اليوم من خلال العمل والشغل والتعم يلجأ الى بيته والاسلام يريد من بيوتنا ان تكون جنة فوق الارض بيوت طيبة وبيوت مباركة لهذا ربنا سبحانه وتعالى اول ما طلب في مسألة البيوت ان طلب مننا ان تكون في اتجاه القبلة لما قال جل جلاله واجعلوا بيوتكم قبلة واقيموا الصلاة حتى في الهندسة المعمارية لابد ان يحرص الانسان على قدر ما يستطيع ان تكون هذه البيوت في اتجاه القبلة وان يكون فيها اماكن مخصصة للصلاة بهذا يكون البيت نورانيا وفرق كبير بين بيوت المسلمين وبيوت غير المسلمين سبحان الله كتب لي ان ادخل الى بيوت بعض الديانات الاخرى دون ان اسميها فرق كبير وشاسع بين بيت يذكر فيه اسم الله ويقرأ فيه القرآن ويتم فيه الوضوء والرقوع والسجود وبين بيت اخر خال من ذكر الله فيه اصوات مختلفات لكنها غير ذكر الله البيوت لابد ان تكون طاهرة مطهرة لهذا ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيزة في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو ولا صال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاة وايثاء الزكاة في بيوت اذن الله ان ترفع ويذكر فيها اسمه قيل هي المساجد وقيل ايضا هي بيوت المسلمين بيت فيه ذكر الله فيه سماع القرآن فيه امداح نبوية يكون هكذا طاهرة هذه البيوت ربنا سبحانه وتعالى ارادها ان تكون على تقوى وعلى هدى وارادها ان تكون بعيدة عن الشبهات وبعيدة عن المحرمات لهذا شرع لها الكثير من الاداب والكثير من التشريعات من بين ذلك مثلا ان الله سبحانه وتعالى قال لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها اول شيء في البيوت قبل ان تدخل اليها لابد من الاستئذان الانسان غريب اراد ان يأتيك ويزورك في بيتك لابد ان يكون له ادب الاستئذان لا تدخلوا بيوتا غير بيوتكم حتى تستأنسوا وتسلموا على اهلها الاستئذان هو كلمة لطيفة جدا بمعنى انها غير الاستئذان هي درجة اعلى وهو ان الانسان يحرص على ان يتعامل بلطف ورقة حتى لا يجرح مشاعر اهل البيت الاستئذان حتى ان بعض الصحابة قالوا يا رسول الله علمنا ما بعد السلام تستأنسوا وتسلموا على اهلها السلام علمناه ان نقول السلام عليكم ورحمة الله وبركاته لكن ما بعد الاستئذان قال ان الرجل قبل ان يدخل البيت عليه ان يكبر او يحمد او يسمح او يتنحنح قبل ان تدخل البيت حتى يعلم اهل البيت بان هناك غريب حتى يستعدوا للاستقبال كذلك امرنا النبي صلى الله عليه وسلم اذا اردنا ان ندخل الى بيت من البيت اننا لا نأتي مباشرة امام البيت وانما نتنح قليلا ونكون في جانب الغرفة لماذا حتى لا نطلع على عورة الناس لا تأتي مباشرة وتدخل الى البيت لعل هناك نساء وهناك بنات فيه هيئة لا يرغبن ان تراهن فيها فعليك انك تأتي الى جانب الحائط حتى يسمعون صوتك وتستأذن ثم يعطونك الان بالدخول بعد ذلك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم امرنا حينما ندخل الى هذا البيت لابد ان نغضى ابصارنا انما الاستئذان من النظر فمن الادب ان الاستئذان لا يجول بناظره ويبقى يتأمل في غرف البيت وفي مهوه وفي مطبخه ولعل اهل البيت لا يريدون ذلك فانما جعل الاستئذان من النظر وحينما ندخل الى هذا البيت لابد ان نذكر اسم الله فقد امرنا نبي الاسلام ان من دخل الى بيت اذا ذكر الله تعالى فان الشيطان يقول منعتم المبيت وعندما يأكل الطعام يذكر الله اذا ذكر الله يقول الشيطان منعتم العشاء اما اذا دخل الى بيته ولم يذكر اسم الله تعالى ولا عند طعامه ولا عند دخوله يقول الشيطان ادركتم المبيت والعشاء ادركتم المبيت والعشاء في حين اذا كان الرجل داكر والمرأة داكرة ابليس يقول لزمنيته لا مبيت لكم ولا عشاء ايضا سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم امرنا كما ندخل الى البيوت بالذكر نخرج من بالذكر لما نخرج من البيت نقول بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله اخرج من بيتي سأواجه الحياة ومشاكل الحياة ومصاعب الحياة اقول هذا الذكر ربك يحفظك بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة الا بالله فان الشيطان يقول كوفيت ووقيت كوفيت ووقيت ويقول له الشيطان الاخر كيف برجل هدية وكفية ووقية فنحن نخرج من بيوتنا نذهب الى اشغالنا واعمالنا قد نتعرض لا قدر الله الى الافات الى حوادث السير الى مصاعب ولكن لما تقول هذا الذكر تكون في حماية الله تخرج سالما وتعود الى اهلك غانما ايضا اذا دخلت الى البيت لا بد ان تسلم لان ربنا عز وجل امرنا بتحية السلام تحية فيها السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وهي تحية اهل الجنة تحيتهم فيها سلام والسلام هو هي تحية الاسلام فاذا كان اهل البيت موجودين نسلم عليهم ويردون علينا السلام اما اذا لم يكن في البيت احد ماذا نصنع قال ابن عمر رضي الله عنهما انني ادخل واقول السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين لان كل بيت فيه مخلوقات خلقها الله قد تكون من الجنة وقد تكون من الملائكة فهي مخلوقات ربانية لان الطبيعة تأبى الفراء كل بيت ان له مملوء بارواح اخرى فحينما تدخل الى البيت لكي لا تتأذى نقول بسم الله السلام عليكم السلام علينا وعلى عباد الله صالحين وبذلك يكون من في البيت من ارواح اما نورانية من الملائكة او من الشياطين او من الجن تكون في وقاية تامة تامة واذا دخلت الى بيت مثلا عند عائلة او اقارب لابد ان تستأذن ثلاث مرات لابد ان السلام عليكم وتستأذن المرة الاولى ثم تترق المرة التانية ثم المرة التالية وكفى اما انهم غير موجودين وانما او انهم في وضعية لا تسمح لهم باستقمال الضيوف اما ايسا نائم واما يستحم واما في وضعية خاصة فالاستعداد ثلاثا هكذا امر النبي صلى الله عليه وسلم وقد جاء في الحديث ان ابا موسى الاشعري زار سيدنا عمر الخطاب واستأدنه المرة الاولى والثانية والثالثة طرق الباب ثلاث مرات فلما لم يؤدن له انصرف فلما خرج سيدنا عمر وجد ابا موسى الاشعري قد انصرف فنداه يا فلان تعال لماذا انصرف قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول انما الاستعداد ثلاثا ثلاثا فقط لابد انك تحترم اهل البيت وانا فان الامام مالك رضي الله عنه قال اذا اذا علم بان اهل البيت ربما في وضعين لا يسمح لهم باستقمال الضيوف اما اذا علم بانهم لم يسمعوه او كان هناك ضجيج فلباس ان تزيد الرابعة والخامسة لكن دون ان تخلق لاهل البيت شدئان اداب كثيرة وضعها ان الاسلام في البيت حتى تكون بيوتنا جنة وخصوصا هناك بيوت فيها نساء هل نستأدد عليهم امك واختك وابنتك وزوجتك النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ما امر بالاستئدان عليهم حتى ان عبدالله ابن عباس استنكر عليه احد الصحابة قال هذه امي واختي وزوجتي قال ما في كل حال تريد ان تراها على حالها قد تكون عريانة قد تكون في حالة تريد تنظيف ولباس من نوع خاص فما على كل حل هي ترضى ان ترك على شكلها فلابد ان تستأدد ولو كانت امك او اختك او زوجتك وخصوصا الزوجات اذا كان الرجل مسافر فالنبي الكريم امرنا في السفر اذا دخلنا الى بيوت قبل ان نقتحم عندك مفاتيح وتقتحم الباب لا بد ان تعطي اشارات قبلية للزوجة بانك قادم واوشكت على الوصول حتى تستعد في حالها وهنابها ومحيطها هناك نساء يريد ان يتزيدنا لان الانسان اذا جاء واقتحم الباب وكأنه يخون زوجته وكأنه يشك فيها وهذا يخلق صدام وملبلة بين الازواج كذلك هذه البيوت كما امر النبي صلى الله عليه وسلم اننا نتفادى الزيارات في اوقات ثلاثة سماها القرآن الكريم عورات لكم وهي من قبل صلاة الفجر وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعض صلاة العشاء ثلاثة عورات لكم هذه اوقات خاصة جدا لا ينبغي ان تزور فيها الناس الوقت الاول من قبل صلاة الفجر ليس هناك زيارة قبل الفجر لان الانسان يكون دائما ولا يكاد يستيقن الا مع سماع آذان الفجر فهذه عورة لا يمكن ان تزور شخصا في هذا الوقت والوقت التالي وهو حين تضعون ثيابكم من الظهيرة يعني وقت الظهر بعد الغداء هذا يسمى وقت القيلولة ووقت الراحة فلا ينبغي ان نزور الناس في هذا الوقت نسبب لهم ازعاج والوقت التالي وهو من معنى صلاة العشاء لانه وقت الاستعداد للنوم فلا بد هذه سماع القرآن الكريم ثلاث عورات لكم ينبغي ان نتجنبها حتى لا نخلق بين الناس نوعا من القلق والتوتر يا ما يقع هناك بين العائلات والاقارب قلق وتوتر بسبب جهل احكام واداب الزيارات واداب الاستئذان ثم اذا دخلت الى بيتك النبي الكريم قال لا تجعل بيتكم قبورا هناك من يجعل بيته قبرا لا يصد فيه ولا يقرأ فيه القرآن قال لابد ان يكون لك نصيب من الصلاة في بيتك مع اهلك واولادك حتى تكون بيوتكم مساجد واماكن للعبادة لانه دك بيوت مثل القبور لا يسمع فيها يذكر الله ابدا اما ان نصد فيها نوافل واما ان نقرأ القرآن وقد قال النبي الكريم صلى الله عليه وسلم ان البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة لا يقربه البطرة وطبعا هذه البيوت وطبعا هذه البيوت عند ادام كثيرة ومتعددة كيف ان الانسان اذا دخل الى البيت يسمي الله ويسلم ويقدم رجله اليمنى ولا يدخل حداءه الى داخل البيت لان الحداء يكون في الشارع محملا باوساخ وجرتيب واذا دخلت واذا خرجت تقدم الرجل اليسرى وايضا اذا دخلت الى بيتك ادام كثيرة وضعها الاسلام قد نناقشها ان شاء الله تعالى في الاسئلة والاجوبة عموما نريد ان نؤكد بان دوما نكتشف بان شريعة الاسلام شاملة وجامعة الاسبوع الماضي تكلمنا عن الحيوانات في شريعة الاسلام وقبله عن عالم البحار وقبله عن عالم الاجنة وقبله عن عالم الارواح وقبله عن عالم الاموات وقبله عن عالم المستقبليات سبحانك يا جليل انه كتاب عظيم وشريعة ربانية تدل على أنها من عند الرحمن نسأل الله تعالى أن يبارك لنا في هذه الشريعة وأن يوفقنا لإحيائها في نفوسنا وفي مجتمعاتنا حتى تكون بإذن الله الواحد الأحد دينا قيما ننتفع به في بداء حياة طيبة مباركة اللهم آمين يا أكرم الأكرمين لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله